اشتركوا في القناة قد تتسقط حبات البرد نحو المناطق الشرقية السواحل الوسطى ستشهد زخات من الامطار من حل آخر مرفوقة بهبو بريح قوية نسبيا أما على المناطق الغربية بعض الامطار خلال صبيحة تحسن تدريجي في حالة التقس ابتداء من أواخر الظهيرة سحب عابرة على شمال الصحرى والواحات مرفوقة بهبو بريح قوية المناطق التي تقع بالجنوب الغربي لغاية الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب ستشهد أجواء مستقرة على العموم رغم انتشار بعض الصحوب التي تبقى بدون فعالية حذرين أشاط بعض الزواب الرملية سيميز الجنوب الغربي الصحراء الوسطى وشمال الصحراء الحرارة خلال ليلة اليوم لن تتعدى 11 درجة بالبيت 13 درجة بسعيدة وتيارت بينما تتراوح مبين 16 إلى 18 درجة على باقي المناطق الشمالية 17 إلى 19 بالجنوب الغربي 23 درجة بشمال الصحراء ومرتفعات الهوغار 27 درجة بالصحراء الوسطى 21 درجة بإيديزي وإنميناس ترتفع إلى 29 درجة بأقصى الجنوب فيما يخص الحرارة القصوى خلال يوم الغد ستعرف ترجع نحو المناطق الوسطى والغربية 22 درجة بكل من الحاصمة تيزي وزو والبيت 21 درجة بتيارت 27 درجة بوهران وتنمسان 26 درجة بيسكيك داعنبار 24 درجة بقسنطي نواباتنا 31 درجة ببشار ترتفع بدرجة واحدة نحو تندوف 29 درجة ببسكرالواد وتقورت 39 درجة بالصحراء الوسطى 43 درجة ستكون كألم قياس مع جوء حرى نحو أقصى الجنوب فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل مع رياح ضعيفة بسواحل الشرقية قليل الاتراب بسواحل الوسطى رياح ضعيفة جنوبية تماما أما بسواحل الغربية بحر قليل الاتراب إلى مطرب محليا رياح معتدلة دمتيرات غربية جنوبية غربية